على نفسها انكفأت أمريكا فهل جنت على نفسها كذلك أحجمت سياسيا عن التعاون دوليا وسعت إلى عزلة حمائية لاقتصادها وفي الوقت ذاته تريد الحفاظ على الهيمنة والتسيد في عالم تتغير فيه الموازين والتحالفات بتبدل المصالح والتوسع آفاقها وبتعبير الرئيس الصيني لا يمكن لدولة مصدت الأبواب أن تتطور لعله يقصد بذلك الولايات المتحدة وأيضا بلاده التي تعهد أن تكون في عالم الاقتصاد رائدة الانفتاح مخاطبا منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ أفقدت إدارة ترامب أمريكا ثقة الحلفاء فباتت أوروبا تخشى تقلبات البيت الأبيض على خلاف هذا التنافر تعززت أواصر حلف روسيا والصين وباتت كلتاهم عامل استقرار عالمي بحسب وزير الخارجية الصيني محدثا نظيره الروسية هاتفيا أن تعاون البلدين يحقق نتائج جديدة باستمرار في حديثه أشار إلى التسوية السياسية لمختلف القضايا الإقليمية الحادة وبينها الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني كما جاء في بيان الخارجية الروسية ما يجمع الصينيين والروس علاقات شراكة استراتيجية بحسب البيان فهل نحن أمام قطبين عالميين بإمكان حلفهم المتين الوقوف سدا منعا أمام محاولة الأمريكيين الحفاظ على التفرد والتسييد وإن كانت بلادهم تترنح لم تعد قضايا العالم وشؤونه حكرا على واشنطن والشواهد على ذلك كثيرة بل لم تعد كلمتها مسموعة كما في السابق بالوقع ذاته قد نشهد تمنعا أمريكيا ومحاولة لإحياء مشروع القرن الأمريكي الجديد لكن أمريكا الجديدة غارقة في أزماتها وقد يكون انتقال السلطة أكثرها استعصاء وثمت الكثير ما يشغل الرئيس المقبل بدءا باقتصاد رازح تحت وطأة الوباء وصولا إلى انقسام سياسي يزداد حدة يغذيه اتساع الفوارق الاجتماعية وتمييز عنصري ممنهج فهل ستستفيق أمريكا من هذا كله؟ شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة